خلاص أيام بتفصلنا عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية منافسة شديدة وشارسة ما بين المرشحين في هذه الانتخابات مواجهة قوية بين دونالد ترامب وكاميلا هاريس انتخابات وصفتها الصحف الأمريكية بالسباق الأكثر تقاربا في الفترة الحديثة قراءة وتحليل وافي عن اقتراب المواجهة الانتخابية بين ترامب وهاريس خلونا نحب بيس يادة السفير رخ أحمد مساعد وزير الخارجية الأسبق سباح الخير على حضرتك أهلا سباح لك أهلا بحضرتك ليه هذه الانتخابات هي الأكثر تقاربا لأنه في الفترة الأخيرة الحزب الديمقراطي اقترب كثيرا من مبادئ الحزب الجمهوري ما بقى هو الحزب اللي بيعبر عن الأقليات وعن الطبقة العاملة بالصورة واضحة ومازال طبعا بيعتمد على الأقليات والنقابات المهنية والعملية ولكن في قضايا كثيرة اقترب من الحزب الجمهوري يعني السبب تقارب المبادئ مش استطلاعات الرأي لا المبادئ من ناحية فبقى فيه الفرق بسيط يعني في الثلاث رئاسات الأخيرة مش بس الرئاسة ليه الفرق بسيط هذه المرة فيه سبب آخر أن الرئيس جو بايدن ما قررش لانسحاب اللي في وقت متأخر وكمالة هارس يعني الناخبين الأمريكيين أو بالذات المجمع الانتخابي رفض أمريكيين هيلر كلينتون رغم أنها كانت على المستوى الانتخابي الشعبي ويمكن نشرح النقطة اللي بعدين متفوقة على ترامب ولكن ما كانش الرأي العام الأمريكي مهيئة أن تقود الولايات المتحدة الأمريكية امرأة هل تغير هذا الموقف وهل تكون من الأقليات وهل تكون نائبة رئيس يعني ملهاش إنجازات كبيرة على المستوى الاتحادي يعني هو ده اللي خلى الفرق بينهم ضيق جدا ناحية أخرى أن الأحزاب الحزبين لأن فيه مرشحين آخرين لكن طبعا بيبقى لأغراض أخرى أنه هو ينتقس أصوات من مرشح أو من مرشح آخر أو أنه هو عاوز يكتسب شهرة أنه ترشح الرئيسة بحيث أن تخدمه في أعماله سواء كان محامي أو رجل أعمال أو الأخر الناحية الثانية أنه هو ما فيش قيادات يعني اللي هي تقدر تقول عليها قيادة تليق بالولايات المتحدة الأمريكية كل واحد عليه عيوب ومعاخذ وإحنا شوفنا الرئيس ترامب متهم بكم تهمة صحيح ولكن النظام الأمريكي له خصوصيته فمن هنا اتنين مهمش يعني شخصيات برزة فالفرق بينهم ضيق جدا مع الأخذ في الاعتبار حاجة أن دايما في استطلاعات الرأي في يعني ملاحظة دايما تكتب تحت استطلاعات الرأي أن هناك معدل الخطأ بنسبة من اتنين إلى خمسة في المائة إلى جانب اختيار العينة اللي بتم الإجراء الاستفتاء عليها ده بيكون له عامل كبير فهنا يعني الاستطلاعات الرأي دائما يعني بتكون مؤشر ولكن ليس مؤشر دقيق وعلى حسب مصدرها كمان دي نحية بقى نحية تانية الانتخابات الأمريكية من أعقد نظم الانتخابات في العالم لا مسيلة لها وهي شكلها ديمقراطي مغري لكن ما تجي تحقق فيها هتجد أني مثلا في الانتخابات الحالية بيتم انتخاب رئيس وبتم انتخاب تلت عضاء الكونجرس 33 عضو ومجلس النواب 435 عضو وبعض حكام الولايات في تصويت واحد ده على المستوى الشعبي وأيضا بينتخبه حاجة إسمها المجمع الانتخابي إيه هو المجمع الانتخابي انتخابات الأمريكية فيها مستوين مستوى الشعبي اللي هو تصويت عالي زي أي بلد وهو بينتخب أو بيصوت للمجموعة اللي أنا قلتها الرئيس وإلى آخره بيصوت أيضا لاختيار 538 نائب عشان هم دولة اللي هيختاروا الرئيس في المجمع الانتخابي أيا كانت التصويت الشعبي فالمجمع الانتخابي المكون من 538 هو اللي بيحدد من هو رئيس الولايات المتحدة إذا حصل الرئيس على 50% زي الصوت واحد يعني 270 صوت يبقى هو الرئيس حتى مهما كان أخت شعبيا وده حصل مع هيلاري كلينتر كانت هي متفوقة شعبيا فده نظام غريب يعني اللي بمتخب رغم أن الشعب بيقوله انتخابات حاجة تانية أن الانتخابات بدأت من البرح ومن قبل كده في حاجة اسمها التصويت المبكر التصويت بالبريد أخبرك ففيه انتخابات خليط يعني بيلعب فيه المال السياسي عامل كبير جدا لذلك كنا نلاحظ نقوله ده كمالة هارس جمعت أكبر مبلغ في وقت قصير ووقت قياسي وكأنها بتقوم دعاية لمنتج أو دعاية لحاجة أو زي كيقولك سيلينج ذا بريزل يعني بنبيع الرئيس أو بنسوق للرئيس فده يعني دعم من رجال الأعمال وخلافة نعم دعم من رجال الأعمال والحزب الديمقراطي دايما بيعتمد على النقابات والعمال والأقليات هذه المرة بيواجه مشكلة أن الأقليات شايفة أن الحياز الأعمى لإسرائيل وده على حساب دافئة ضرائب الأمريكيين أن ده يعني فيه مبلغة وأن لا سلو مبلغة وأنه بيتناقض مع المبادئ الأمريكية وبذلك مبادئ الحزب الديمقراطي اللي هو دايما في السياسة الخارجية بيعطي يعني مركز متقدم لعمليات ما يدعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وإلى آخر مسلسل من المبادئ ولا يحترمونها بعض أعضاء الحزب الديمقراطي على فكرة ينتقدون السياسات التي ينتجها جو بايدن وكاميلا هاريس لكن بالرغم من كده وبالرغم من المظاهرات الكثيرة التي كانت تحصل في الولايات المتحدة ما حدش بيسمع لا للشعب ولا للأعضاء الحزب الديمقراطي فيما يخص طبعا المساعدات اللانهائية التي تقدم لإسرائيل لا هذه المرة فيه اختلاف يعني دي من المرات اللي بيبقى فيها لأن القضايا الخارجية دائما ما بتهمش المواطن الأمريكي لكن المرات دي بتهمها عشان الدرائب لا هو فيه عدة الداخلية هنقولها بعدين إنما بالنسبة للسياسة الخارجية والمظاهرات اللي قامت في الجماعات وفي أماكن مختلفة دول قالوا إذا لم يتم وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات ورفع الحصار فلن يصوتوا اللي هم الملتزمين قالوا مش هنصوت لأنه ما قدرش يروح للحزب التاني لأنه هو ملتزم يصوت للحزب الغير الملتزمين قالوا مش هنصوت وممكن نصوت لحد تاني حتى لو إحنا ما بنحبهوش فهنا هو بيواجه الأقليات الإسلامية الأقليات العربية بعض الأقليات شريحة من الأفرق لأن ترامب حاول أنه يستملهم وشريحة من الحزب الديمقراطي اللي هم الراديكالين بالرغم أن بيرني ساندرز وجه لهم خطاب أظن أول مبارح وقال لهم يعني إحنا لو انتخبته كمالا هارس هنغير الموقف وهنوقف القتال يعني الكلام اللي هو لا يجيب ولا يودي وإن ترامب بيقول أن اللي بيعمله نتانياهو ده قليل وإن أنا هساعده أنه يعمل أكتر من كده ففي مباراة في المسائل الداخلية كمالا هارس بتقول أنها هتزود لعنات للتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي وأنها هتخفف الضرائب عن المواطنين هو ده ليهم المواطن في التصويت العام ترامب بيخاطب القوة الفاعلة أنهما رجال الأعمال والمؤسسات الكبيرة أنه يخفض الضرائب أنه هو كل واحد يتحمل علاجه بقدر معين ما يبقاش فيه إصراف في دعم سواء الاجتماعي للمدارس والمستشفيات والتأمين والحاجات دي فهنا الاختلاف اختلاف آخر بالنسبة للمهاجرين ترامب استخدم تعبيرات قاسية جدا يعني قال أن هما بيكلوا الحيوانات الأليفة طبعا ده موجه للأسيوين لأنه هو الأسيوين عندهم التقاليد يعني الشعبية قال أنه ما نحنش عاوزين أمريكا تبقى سلط مهملات يعني أن يجيها كل الناس دول ييجوا كده يعني وكانت دي نقطة خلاف مع كمالة هارس في الحدود مع المكسيك لأن الحدود مع المكسيك بيجيها كل الناس اللي جايين من أمريكا الروسطة وأمريكا الاتينية حتى الشرق الأوسط بدأوا يروحوا المكسيك ومن المكسيك شركات وحاجات معاينة وبيستقبلهم شركات أمريكية سواء مزارة كبيرة أو يشغلوهم بأقل الأجور وبدون تأمين وبشروطه أنه حتى تتهديل ليس في أي وقت فبالتالي فيه مساعدة يعني مش هيقدة يمنعها برغم أنه عمر صور ولكن المساعدة بتيجي من داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها فهنا الخلافات يعني داخلية وخارجية أيضا ده السبب أنهم أقولون أن دي أشد الانتخابات المنافسة لأنهم قريبين جدا من بعض هل هيدوا فرصة لكبانة هارس السؤال معلق هل هيسمحوا لترامب تاني هي هتقول أظن خطاب فيه من أمام المبنى الكونجرس الأمريكي يعني دلالة على أن ترامب بعد الانتخابات في المرة الماضية جاء وحرد الناس ودخلوا يعني رمزية كلا هو ألقى خطاب في نيويورك قالت أنه هو ده بيفرق الأمة لأنه هو بيكلم عن المهاجرين بصورة يعني غير لائقة مفهول وبتعبيرات غير لائقة طيب سعد سفير ما يهم هنا هنا شكل المنطقة بتاعتنا يكون عامل إزاي هل مش يكون فيه اختلاف بما أن حضرتك قلت في الأول أن هنا أكثر تقاربا وتقاربا في مبادئ الحزبين فهل سواء فاز ترامب أو كامال هارس وضعنا هيبقى زي ما هو بالنسبة لأزمات الشرق الأوسط مزبوط يعني أعوز أقول حاجة إسرائيل ولاية أمريكية سواء حزب ديمقراطي أو جمهوري أو حزب يطلع جديد حصيما الأمر خلاص جزء من الاستراتيجية الأمريكية ليكون لها قاعدة متقدمة في الشرق الأوسط في منطقة من أهم مناطق العالم مركز اتصالات العالم مركز مرور العالم فيها حضارة قديمة يخشو في يوم الأيام يعني ممكن بعد خمسين سنة بعد تمانين سنة أنه يبقى فيه نوع من التكتل في هذه المنطقة ويحسوا أنه هو ضد مصالحه بالذات إذا كان بصبغة إسلامية فهنا إسرائيل أو جنيتها أمريكا وبتصرف عليها ببزخ مع الدول الغربية يعني مش أمريكا بس يعني فيه هنا لمسة دينية في الخلفية اللي هيبقى بين الحزب والحزب الديمقراطي لو جاء ترامب أن ترامب يعني زي نتانياهو واضح وصريح قالك يعني لما مثلا نقل السفارة الأمريكية من تل قبيب للقدس قال فيه قرار من كونجرس من سنة 1986 لماذا أنا قلتهاش أنا هنقلها ولحد أعمله حاجة فهو هيبقى واضح ما يقولش أنه نحن بنطالب وقف إطلاق النار وفي نفس الوقت يروح يتفق مع نتانياهو هيديله أسلحة جديدة أن مهما صرفوا هيعوضوهم يعملو لهم بيسموها فاند ريزنج يعني جمع أموال وتبرعات أخي بقلك وبالتالي الاتفاق مع الولايات المتحدة على القضاء على كل من حماس وحركة الجاد الإسلامي وعلى حزب الله فهنا ترامبا هيبقى أكثر وضوحة لكن هو بيهتم بالاقتصاد بيهتم بالأعمال بيهتم بالربح لأنه هو رجل أعمال ولو كتاب اسمه صفقة فهو بيفكر أن كل حاجة صفقة فهل هو هيرى أن مصالح أمريكا هتتضرر لو لم يسارع بوقف القتال وبالتالي هذا احتمال لكن على أي حال المصالح الأمريكية يعني بتصب فيه يعني وجود دولة إسرائيل ويعني أكيد أكيد مش هيبقى فيه اختلاف أوي في السياسات سواء كان حزب دموقراطي أو جمهوري أشكرك شكرا جزيلا حضرتك سفير راخة أحمد مساعد وزير الخارجي الأسبق شكرا جزيلا لك يا فدر شكرا لكم حسنة المسلمين مشاهدي شكرا لكم